اهلا بحضراتكم مرة تانية اول مقدان المغرب بيدن اول حاجة بتعملها على الصفر بتاكل ايه ولا بتشرب ايه وخصوصا فيه ارتفاع كمان في درجات حرارة الفترة اللي احنا عايشينها دلوقتي بطريقة ملحوظة يمكن هتنتهي بكرة لكن عايزين نعرف اول حاجة بتاكلها اول ما المغرب بتدن هي ايه هل بتدخل على العصاير ولا المشروبات ولا بتدخل على الصلطة ولا الشربة ولا بتعمل ايه بالزبط وتأثير ده كله عليك ايه ده اللي احنا عرف دلوقتي من الدكتور امروانوح استشارية تغذية العلاجية صباح الخير عليك سواح الفل لكل سنواتوا طيبين يا همدانكوا طيبوا بخير دايما الله اكرم نبدأ بيه يعني فيه ناس ممكن اكون انا واحد منهم تانية فبنحبش نضيع وقت في المياه والعصاير والحاجات دي في الاول بفتر على طمرة وبروح داخل على طول يعني انا بحب كده على فكرة يعني انا حب نكسر بطننا بحاجة كده بسيطة زي طمرة كوباية مية طبق شربة يعني ممكن انا بالنسباني نسيب حطة العصاير دي خالص على فكرة اصح انا بسيب الشربة كمان والسلطة يعني الشربة على حسب ايه اقولك تسيبها ولا لا يعني لو شربة عليها جدا في السعرات زي شربات الكريمة والحاجات اللي احنا بنعملها دي لا تتسابع لان مش نقصة يعني هي فيه الاكل نفسه لكن لو شربة معمولة بمرأة زريفة بشوية لسان عصور بشوية خضاء يعني كده فيش منها مشكلة ان احنا نهيأ المعدة الاول بس انا قصة تهيئة المعدة دي بالنسباني انا يعني كماروة عندي قناعات مختلفة شوية احنا هيقناها بطمرة بشوية لبن بالحاجات دي فيه ناس بشرب عصير مش لازم عصير وشربة وطمر ولمن مش لازم يعني بلاش التريند حاجة واحدة ممكن وقوم اصلي وحاجة ما دي ستبقى اشتغلت فما فيش مشكلة في انها لازم الشربة السخنة لانها ساعت على اخر الشهر مع كل يوم طبق الشربة اللي هو الحلو ده بيزودني لوحده يعني هو ممكن جديد توازني اللي هو اصلا حر على الشربة السخنة لسه كنت هقولك ما بيناش مستحملين ما بيناش مستحملين دلوقتي فحتى بنقول في الشت احنا بنشربها تدفئة لكن دلوقتي لو الشربة زيادة في الصعرات يعني مش مش لازم مش ده الصح اني لازم اشربها طبعا اللسان العصفور دي سعراتها كتير على حسب اللسان العصفور متحمر في دهون قد ايه في ناس بتعملو في الفرن في ناس بتعملو بمعلقة زيت او سامنة واحدة في ناس بتحط قد كده وعلى حسب كمية اللسان العصفور اللي في الشربة يعني احنا بقول شربة يعني مية جواها حاجة في ناس بتشربها حاجة عليها شوية مية يعني تلاقي انه طاج اللسان العصفور بشربة اذا كانت مية اذا كانت مية مروا ده بيتخن لا او ده ايه معمولية مثلا القطيف بتتخن لا ما هي حجم القطيف اه بالزبط قطيفي قد ايه محشية ايه محمرة كام واحدة كام واحدة محمرة في الفرن ولا في اليرفرير ولا في الزيت فما بقاش في عندنا حاجة روتيق الشربة الفكهة لا بس بقولك ايه القطيف تتحمر في الزيت والله في اليرفرير او في الفرن بتطلعش وحش اي حاجة غلط حلوة بس بتقصر على صحيح يعني انا معاكي جدا ان الاكل كله الغلط خطير مش كاي بيعمل ادمان حتى بنحبه بس بي يعش كده الامراض كترت جدا لانه من كتره ما هو حلو بناكل منه كتير ومش قادرين نبطله صحيح ففعلا بقى في امراض عندنا وعند أولادنا كتير جدا ما كانش معوجودة زمان فأنا معاكي جدا اي حاجة غلط تعماها حلو عش كده بناكل احنا عارفين انها غلط يعني تبقي عارف الامر نكسر الترند مع بعض كل الناس عامنا تتكلم في ان الحاجات والناس بتاكلها وبتزود الوزن والكلام ده في مشكلة تانية بقى بتاعت تواجه الناس كثير قوين وبيقولك انا بقيتش عارفها فطر انا بيجي اععد على الفطار وكلنا بني بقى متحمسين جدا ان احنا ناكل الاكل محصول قدامنا مش عارفين ناكل زي حد كنا بتتكلم عنه بس بيخص على وقت ده مش فارق معي على فكرة القصة دي ما بتدقنيش خالص برضو يعني انا تعالي ما بفكرش بالكلاسيكيات فيش كلاسيكيات احنا بنعمل عدد بمزاجنا على فكرة يعني الصيام ده مثلا حاجة دينية لكن طريقة الفطار دي حاجة احنا اللي عاملينها فممكن جدا انها تكون متغيرة ايه المشكلة ان اخد طمر طمر ببلح شوية مية شوية شربة ومفطرش واجي اكل واجبة حلوة على الساعة 11 ساعتها هتصحر خفيفة على فكرة فبقى كده وفرت واجبات اخدت الزبادي حشان ميبقاش عندي تاني يوم فمودة ومزاية فانا قسمت على تلت واجبات واجبة رئيسية وخدت واجبتين صغيرين اللي هي الفطار سواء شربة سواء بلح سواء عصير سواء وتافر وتصحرت زبادي زبادي بفكة حاجة خفيفة وكلت الواجبة الرئيسية الساعة 11 ما تعبتش حتى زي محجوع واكل الساعة 2-3 الصبح وعطش نفسي حلو وحرقت كنشوية دخلت باسمي حاجة ما هو بقى وانت بتتكلم على العطش نعوض بقى لدرجة الحرارة دي بايه يعني نشرب ميا كتير ولا عصير ولا أكل لأ هي الميا لا يغنى عن الميا يعني احنا بنفقد ميا العطش دع برا ايه بنفقد ميا فاحنا محتاجين ميا العصير بتمدنا بميا بس بتمدنا بحاجات تانية معاه لو العصير ما فيقاش نسبة السكر اللي بناخدها نشرب عصير لان عصير رمضان بالزيت زي الخروب والدوم والكاركاديل أقل سعرات في الكاركاديل والدوم وهم على فكرة كل مشروبات رمضان دي صحية جدا 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 وضدت أكسادة وفيتامينات ومعادن وبتزبط مستوى السكر في الدم وتقلل الكوليسترول فهي أنا بديها طول السنة يعني بدل ما اشرب بيها كما للناس بتطلع إشعات على الكاركاديل ما ليش بقى الكاركاديل على الفطار عشان فيه نسبة سكر فضيع حامل لا 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 عشان هي حابط خالص النسبة تسوق سمعة الكاركاديل عشان بنحط كمية سكر حتى قولك الكاركاديل الكاركاديل بياخد كيلو سكر بنحط كمية سكر بنحط كمية سكر على العصير مش عادية دي اللي بتعمل كرش وبترفع مستوى السكر قوي تجوع وبتعمل لخبط هي دي لكن الطمر سكره محدود فيه ألياف فيه فيتامينات فيه معادم فيه حاجات تانية كتير فقصة ان انا عوض ازاي لازم كل ساعة اشرب مية يعني انا مشربش على الفطار بس والسحور بس ده غلط لازم اقسم المية من الفطار للسحور دي مهمة قوي اكل الحاجات اللي فيها مية كتير زي الفاكهة والخضار مايبقاش كلهم مايجيش مثلا بالليلة تصحر حاجة محمرة هموت من العطش تاني يوم الحاجات اللي فيها سكر كتير لا فطار لازم chalk الحاجات اللي فيها سكر كتير على السحور تعطش فممكن بعدات غزائية صح نتجنب هست 그만 تكلم ع الحالوات الحانية بطولو ان احنا الحالوات الحانية ما بتعطش ما بنقض الحالوات overwhelmed فتعطش الحالوات الحانية ممكن متعطش ставش سكرها مش عالي زي الحاجات اللي فيها اطايف وقنيفة الحاجات اللي فيها سكر كتير أوي في تكوينها ومحمرة فيها دهون كتير hill ممكن متعطش فى الزيب سيم سيم وكالسيم يعني فيها حاجات تانية طبيعية شوية. لكن نزود من الخاص من الخيار من حاجات دي في السحور. يعني احنا بننسى الفاكهة والخضار في رمضان خالص. بطيخ كمان احنا في الصيف. جميل جدا. التمليل الحاجات اللي فيها بوتاسيوم على السحور بتمنع العطش شوية. زي الموز. الموزة مع النباية ديها ديها جميلة. انا التملي برضو ما بحبش ادخل الناس في حتة معي. الموز فيه بوتاسيوم عالي بس بقية الفاكهة والخضار فيهم بوتاسيوم برضو. فلو مش لازم الناس بتحبش موز تاكل موز شندلة مش هعطش. ممكن ناكل كيبي ممكن ناكل شوية فراولة ممكن ناكل بطيخ زي محمد. نصيف بقى وعندنا فاكهة. عندنا فاكهة. والاكل الخفيف يعني الزبادي نفسه الواحده بيمنع الاحساس بالعطش. بس اهم من كل ده تقسيم الميا من الفطار للسحور. فكرة ده المواطن الجمل. انه بيجي عند الادان او قبل ادان الفجر ويفضل يشرب يشرب وعنده قناع انه هو هيحوش كل الميا دي. لا بالعكس. وحيقترها تاني. ده العكس الل حيحصل بزدات عبدالسحور. كنا احنا صغيرين نمسك ازاز الميا قبل السحور. كلها بتتفلتر. فتلاقيك مش عارفة تاني على الحب. وعطشانة كمان. عشان كده بقولي التقسيم عشان كده. الميا اللي مرة واحدة دي هتطلع برا الجسم. هتتفلتر بسرعة فمش هحس بيها. فاحسن استفادة من الميا نقسمها من الفطار والسحور. وانا حتى بديها للناس مش هاش تدخن قوي. لان قلة الميا ما بتخلنيش برضو اخص بسرعة مزبوطة او ممكن تخلينا لغب فبقولهم كباية ميا كبيرة كده. متنون خمسين ترتوبيت ميلي كل ساعة. هاجيب الاتنين تلاتة لتر. يعني فترة انا صحي فترة. والجسم هيستفيد بي. والجسم هيستفيد بي. ممكن ابدلها بشاء اعشاب. لأ من غير سكر. يعني ايش هي اعشاب. يعني اه نعناع. اه الاعشاب الطبيعية. حاجات لطيفة دي. بس من غير سكر. لكن اعوض الميا اللي مش عايز يشرب ميا او مش مستسيق طعم الميا واربعة. او الكركة دي من غير سكر. يعني او بمحن بحال ومن غير منبهات من غير حاجات. فالناس بتبقى محتاجة تشرب حاجات سخنة. حتى لو احنا في الصيف بنبقى عايزين نشرب حاجات سخنة. اخد بالي بس ان الكافيين الحاجات يعني القهوة والشاي. ما بيعوضوش الميا لانهم مضرين للبول. بيدروا بول يعني بيطلعوا ميا برا الجسم. حتى ان تمال يجيبون لنا قهوة تركي مع كوبية ميا انها بتعطش. فدول مش بديل للميا. الناس بتفتكري الشاي بديل للميا. لا الشاي مش بديل للميا لكن الاعشاب النعناع اللي ينسون الحاجات دي بديل للميا طبعا. فقريت. طيب الحلويات ينفع نبدأ بحاجة مسكرة. لا. ينفع ينفع ينفع. لا. ينفع ينفع. ولا نفطها وسط الاكل كده زي ما ناس بتقول. انا هقول لكم. فكرة الحاجات المسكرة السكر العالي دي انها بترفع مستوى الانسيرين جدا في الدم. الحاجات دي بتجوع. بتخليني اجوع. مش كده حتى في الايمة العادية نقول ما نفطرش على حاجة مسكرة. ناكل عيش بيت فول. الحاجات دي بتشبع اكتر بقية اليوم. تاني حاجة مش صحي ان انا اعمل حاجة اسمها شوجر رش يعني قدي جسمي جرع كبيرة جدا من السكر الصناعي. مش الطبيعي زي اللي في الطمر. فيطلع لي كمية انسيرين رهيبة. الانسيرين بيساعد على تخزين الدهون. فأدخل. فغلط جدا. انا شكده انا بحبش العصير ايو عشان كده. يعني بحبش اخدها قبل الفطار. يعني ممكن اخدها بعد ما كنت دخلت. لسانة عصير. يعني كعايزة الياه في العصير مش السكر اللي في العصير. برافو عليك. لان احنا. برافو عليك كده. ايوة. برافو عليك. ايو ايوة. ايوة حاجات. معروت. هنا في. فمهمة اوي حكاية السكر اللي بندخلوا جسمنا بصورة رهيبة في العصير. كده الناس تطلب على منهم تخنانة. رغم اننا المفروض اخص في رمضان. من العادات. وما كلتش كتير. وما كلتش كتير. يقولك ايه ده انا شارب اربع كبات قمر الدين. ده انا مكلتش خالص الناس بقى تيجي. شاربتش غير شربة. واربع كبات قمر الدين. وكلت تقريبا نخلة. يعني واكل البلح بس. ايوة حديت خم. يعني. ولك ما بكل شي خالص. لا شافيش لحمة ورز وكده. لا انت خدت سعرات أعلى ما كنت هتاكل لي بامية ولحمة ورز. من العادات الغلط. شكي يقولك العادات متغيرة. احنا بنغيرها بمزاجنا. وبعد المفروض نفهم بقى. يعني احنا ايه. لان احنا بنعمل العادات دي وبندخن. يعني المفروض نخس. لان السيام المتقطع بالحاجات المفروض بتخسس. احنا ده سيام متقطع. طب. طب ليه بندخن. يبقى فيه حاجة غلط بتحصل. فدي مهم. والسحور اللي بقى تقيل ده. يعني وجبة. فبرضه ما باكل وجبة زي كده. اتنين ثلاثة صبح. غلا ما باكل زبادي وبيضوا فول الساعة. اتنين ثلاثة صبح. فانتفرق قوي برضو. طيب. فكرة بقى الضغوط. اللي الناس بتتحط فيها. دلوقتي. انه خلاص. الناس كلها عامل حسابها. انه خلاص. احنا دخلي رمضان. ولازم نطلع منه خسين. لازم نطلع من رمضان خسين. ولا مجرد ان احنا محافظين على وزننا. ده تمام قوي. مش لازم ده يبقى التارجد. او الهدف بتاع كل الناس. بصي. هو حكاية اهداف الخصية دي عاملة اصلا مشكلة للناس نفسية. زي ما تقولي. حطاهم في سترس. فا اول حاجة انا داخل رمضان اعمل ازاي. داخل رمضان تخنين قوي. بالفترة اللي قبلية. انت لاحظين ان احنا ندخنين من برد. احنا من برد قارس لحر قارس. فانتنين كده. فالناس ايه. احنا عندنا المواسم كلها بتتخن. يا دكتورة برد ده قوي بيتتخن. يا دكتورة حر قوي ده سحل ومصف بنخرج فبنتخن. اصل رمضان فبعنا اعمل ايه. اصل في شوال اصل العيد. فانا داخل رمضان. تخنانة قوي من الشتاء. لأ معلش حول انزل شوية في رمضان. اصل لو انزلتش وانا صايمة. صعب برضو. يعني اخس ازاي في رمضان. لان حافظ. احافظ على نفسي. احافظ على وزني في رمضان. مقبول لو ممكن نعديه. لكن اخس في رمضان. ما بص انت تقول كده لان انا وزني في المعقول. لكن او تخنان اتنين تلاتة كيلو. في ناس طلع من الشتاء تخنانة بالخمستاشر وال السبعتاشر كيلو. لا انا لو ما خستش في الفترة اللي انا صايمة فيها خمستاشر ساعة. ناخنين بعد كده على عيد الكحك على فورمة الساحل على عيد اللي مش عارف ايه. مش هيخصوا. نسمع مني. مش هيخصوا ليه لانهم. من الصبح البليل يعني ان انا امسك نفسي من ساعة لما صحت الساعة تسعة الصبح. لبالليل لما نام. ولا ما امسك نفسي من الساعة ستة لبالليل لما نام. تفرق. اول كم يوم في رمضان عدى بعزوماته. كنا وحشانا القطايف وحشانا العصاير وحشانا وحش انا كلناهم. لو كلنا عادي. الفترة الجاية هنخص. عادي. ما اللي قالك انا مش وحشانا بقيت ليها. خلاص بقى وحشتنا ودونها خلاص بقى يعني حسن نشتيها للكنافة والقطايف وهدت يعني. لو كلناها مرتين ثلاثة في الأزواج لازم كل يوم. هي انا انا فكرة ما احنا بيقولش وما تتكلش. بس مش كل يوم يا لسه حدك بقرأ على الفيسبوك ساحبيتي كده. هو في حاجة من اكل خمستاشر قطايفة يعني في اليوم حد. يعني لأ. عادي. انا شايف ان احنا لو قسمناهم. على مدار اليوم زي الماية بالزفر. زي الماية بالزفر. ما فيش مش كله. يا ساعة ده جلت مش قادرة والله. ليس يا حاول اكنا. لا والله يعني بقول للناس من غير دايت ومن غير فراخمة شوية ومن غير حناكل سلطة ومن غير حناكل شربة خضر خالص. لو كلنا بالمعقول في الفطار بالمعقول بالتيبس اللي احنا قلناها. اتسحرنا الصحور الطبيعي بتا خلق ربنا. اللي هو ايه? الفول والبيد والزبادي والفاك. الحاجات الطبيعية. يعني الحاجات الطبيعية بتاعتنا. بدلا ما باكل تلات اربعة رغفة على حسب طبعا وزن كل واحد. نص رغيف رغيف على حسب كل واحد. على حسب وزن كل واحد. وما حلناش غير حتة. يا اما حتة محددة يا اما مرتين ثلاثة في الاسبوع. بس من الحاجات اللي اتخن او زي الكنافة والقطايف. غير كده انا ممكن اكل خشاف. اللي هو فاكة ومجف. ماله الخشاف يا جماعة. ده في صحور. ممكن جدا في الصحور. ممكن جدا الحاجة الحلوة. هاديني فيتامينات ومعادن ومضادات. احنا لو شربين ميا كويس. مش هنبقى عايزين اكل حاجة بديها ميا كل ساعة. لانها بتقلل شوية الاحساس بالجوع. ممكن اكل فاكهة. ممكن اكل فاكهة وزبادي. فممكن اخد الحاجات دي كحلوة. مش لازم كل ما اكل كنافة وقطايف. وانا صايمة قريدي بالنهار. رم رامت بقى اني معادة جيب قهوة. مش عارفة ايه. عدت جبت شوكولاتية معدين في المكتب معايا. جايبين ايه طلبين. اكل ايه دي راحت. هطلع خاسس. لان قلصت السعرات وقلصت عدد الوجبات. ما بيجي رم رامة تان بقية الاكل الموجود على صفرة. بقية الاكل الموجود في المطبخ. لا محن بقى لازم بقى الناس اللي طلع تاخنانة من الرمrate وعشان انا يعني يعني اه بعاني. الناس اللي طلع تخنانة من الشتاء. لازم تمسك نفسها. انا اكلت بالاكل اللي لسه موجود. اكلت بالنه على الفطار لانا عايزان. ليه بعد ساتين ادخل المطبخ تاني? لو حد وزن طبيعي ماشي. فيه ناس ما بتطخانش? او بتعمل طاقة عالية جدًا. فبتحتاج انها تعود طاقة. معنديش. وفيه نس عن دي سنة حافظ محتاجة تاكل اكتر معديش مشكلة متكلم على الناس اللي طلع ودي اكتر المعاناة اللي طلع تخنانة من البرد كناش قادرين بناكوا الناس تخنانة السنة دي ما بيهزروش يعني ما كانش فيه اصدار السنة دي في الطفل بص ديش بص ديش بص ناحية تاية يا صحيح لا الناس فعلا السنة دي طلع تخنانة الجو كان ساقع جدا والناس كان قوي لا دول معلش ما اكلوا في الفطار ايا كان اللي كان موجود بعد ساعتين ما يخشوش المطبق تاني لان بجد لو تخنوا دلوقتي لو تخنوا في رمضان مش هيخصوا في الصيف فهنخش على الشيطة اللي بعده ومش هنخش تراكمي بقى بدل ما نزل اتنين ثلاثة خمسة سبعة كيلو بالزفحة بقوة مستاشر عشرين كيلو بدل ما كنت هنزلهم في شهرين حتطر ننزلهم في ستة وسبعة وثمانية وقدر على السنرارية والزهق مفيش حد بقى اي قدر يعمل دايت شهور بقى رتم الحياة واللي بقت الدنيا مملة جدا انا طالي بقول ان لم نفسنا في اول اتنين ثلاثة كيلو اول بوق يجو فاسحل وقت الصيام انا كده كده صايبة ممكن انام بدري ما تصحرش او اكل حاجة خفيفة ونام عشان عندي شوق يعني في مئة الف تركة في رمضان ممكن تتعامل طلع الناس خاصة طيب احنا اتكلمنا عن المية وقلت على عصاير وقلت الموز قلت الخضار برضو الحاجات دي بتمد الجسم بالمية والفاكهة عشان ايه ما نعتاش في رمضان بالنسبة للأكل نفسه يعني احنا كشعب نحب البطاطس انا تقريبا يوم بعد يوم بحب البطاطس في الصينية حلو البطاطس بتمد الجسم بالمية؟ البطاطس اللي على فاكرة لو حطتها عالنار بتنزل كمية مية من غير مية خالص فيها مية عالية جدا يعني بوقها وحطش مية عشان اطمينك بس فالبطاطس مفيدة جدا وفيها بوتاسيوم وفيها معادن ملاحش علاقة بالمية؟ ملاحش علاقة بالمية؟ البطاطس؟ ما بتمدش الجسم يعني؟ بتمد الجسم بالمية بسجال بطيخ يعني بس كيها طبعا الخضار عمتا فيه نسبة مية انت لو بتقطع البطاطس نفسها بتلاقي مية بتفت كده هي اللي تعطش قوي البطاطس محمرة عشان مقلية في الزيت برافو عليك لكن البطاطس الطبيعية صحية جدا لأي حاجة طالعة من الأرض او حاجة طبيعية انا بحبها خلقة ربنا نقطحها ونشويها في الفرن جميلة جبنا كده صغيرة وممكن معلقة زيت زتون شوية طوم شوية أعشاب ونأكلها في الفرن ولو يريد بإشراه أفض كمان الى الوقت جزدي لنا ولولادنا مغزية جدا بتشبع جدا بطاسيوم ومعادن كتيرة وقلياف كتيرة من غير ما نشغل بالي الناس مفيدة وطبعا فيها نسبة بس لو دخلت الفرن بتفقد مية بتاعتها يعني لنفكح لنأكلها بمية لكن لو مسكتوا البطاطس منتوا بتقطعها تلاقي فيها مية بس ما نحمرهاش بس ندخلها الفرن حان دخلها الفرن ايه تاني من الاكل طيب يعني انا عايزك تقولي احنا في حاجات معينة كده ثابتة تقريبا بشكل شبه يومي يعني الرز والمكارونا والعيش والبطاطس والحاجات دي ثابتة بشيء طب تعالى نقول اللي بيتخن الناس حكتين عشان نختصر للناس ايه الصداع ونقول مش اكل بعينه حكتين اللي هيخشوا الخلايا الدهونية ويتخنوني يا اما النشويات يا اما الدهون ودي اكتر حاجات بتخن زي الحلويات هي عبارة عن نشويات ودهون عالية التواجن اللي بنعملها زي ما اكبر بشعمال نشويات ودهون عالية فاحنا عايزين نخدم الحاكتين كمية النشويات وكمية الدهون اللي نستخدمه كلنا في بيوتنا عارفين إن احنا في رمضان فيه خزين زيط فيه خزين ساملة ونستغلقوا بصورة مش عادية معنى كده نستخدم كمية الدهون مش عادية كده بنتخن غير الحلوية على فكرة حتى في اكلنا العادي الديروا بقى الساملة اددوا زيت اددوا وتاب فاحنا عايزين نحد من كمية النشويات كمان اللي معمولة بدهون يعني لو انا عامل رز بالشرايا يعني البيت المصر الأصير بيحب بسمنة حلوة كده وانحمق وبيق أحلى على فكرة مش معترضة طبع بس بدل ما باكل طبق قد كده حاكل طبق قد كده وعلي الرز فيه لأ ما هذا طبق الرز لا أنا لو عايزة أعمل بالانس يا لو عايزة أكل الأكل المتمون أكل منه كميات صغيرة عايزة أخففه مش هقولك ستيم درايس يعني مش هقولك رز مسلوق بس يعني معلقة زيت واحدة معلقة سمنة واحدة حقدر ساعتها قطر الكمية شوي فطبعا ولو ححلي مثلا مع طبق السنة الخضرة يا جماله لا بصي أنا مش فاهمة ليه الخضار وانتكلش في رمضان أنا مش فاهمة يعني الحكمة في إيه والفاكهة يقولك إلا عنده فاكهة دخل بيه رمضان حتبز وتتريمي عشان إحنا بنغير وحنعصرها عارفة عنعصرها لولادة عشان ما تتريميش هقولك على حاجة أقولك ليه ده عشان إحنا دايما بناخد السكريات بساعتنا من الفاكهة في الأيام العادية فدخلنا رمضان رمضان ليه طقوس وليه الكنافة وليه الأطايف والبزبوسة ورز بلبن رز بلبن الرز بلبن الطفلي بقى تخيل من الكنافة والأطايف والبزبوسة بالفاكهة مثلا ممكن نعمل الكنافة والأطايف نحشيها فاكهة وممكن نعمل شربات قليل وممكن نحطش دون كتير يعني فيه تريكات ممكن نتكلم عليه العسل الأبيض بيتخن برضه هو قفية من السكر الأبيض بس بيتخن فبرضه مش هناخد منه كتير فممكن نقول يعني تريكس أو خطوات نعملها يعني مثلا حديك إجزامبل في الرز بلبن أول مهلبية لو استعملت اللبن مش هقولك خالي الدسة للناس دولك طعم وحش لبن الطبيعي اللي بنجيبه غاليناه شلنا القشطة بتاعكه استخدمناه قللنا السكر شوية في البيت خطينا القشطة على الرز المعمر الدنياة لمحمد الدنياة لمحمد رز المعمر مش القشطة فلو عملنا كده وحددنا السكر بقى طبق رز بلبن سعراته قلب كتير من اللاجبيه منبره بقشطة وعلي مكسرة واسمها حاجة حلو حددت بدل ما بحط خمس معلق سكر احط اتنين اللي عنده سكر ياخد باله كمان الناس مرضى السكر ممكن نستخدم المحلص صناعي بيفرق جدا معي في العصير وفي الحلويات فممكن جدا نلعب في الحاجة بحيث نقلل سعراتها ومش هقول لك نخذ حاجة مدهق من كلمة خسام ما نتخنش خرص اتفقنا على جزيز طيب شرفتين ونورتين دكتورة مروة دكتورة مروة نوح استشاري الأغذية العلاجية وحطت رشدتا كده في الآخر نمشي عليها عشان نحاول نحافظ على وزدنا في شهر رمضان كل سهر ونطيب شكرا جزيلا وانت طيب ونورتين مش هزينا خلصت حلقاتنا النهاردة كنا مع حضراتكم على مدار ساعتين هنشوفكم بكرا ان شاء الله في نفس المعات صباح الخير عليكم وصباح الخير يوم عشر اشتركوا في القناة